السلام عليكم كيف انتم ما لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شيوات مع ايمان نصليوا علينا بكيفما العداع نبدأ الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح اللي غد نتقسم معكم اليوم غد يتكون هاد الحلوة حلوة الروسكوس الاسبانية اللي غدي نحضرها بمكونات جد جد بسيطة ناجحة مليون في المئة سهلة وسريعة بزف التحضير ديالا انتم ما غدي تشاهدوا معايا طريقة دير التحضير ديالا اللي انا اكيدة ان شاء الله غدي تعجبكم كتجي كتدوب دوبان في الفم والمضاق ما نقول لكم شي عليه فمن زيتين طاولها لكم كتر نزوم مباشرة نشوفوا المقادير وطريقة تحضير وكيفما العداع فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله اول حاجة غدي نبدا بها واللي غدي نحتاش في المكونات عندي هنا ربع كأس من الزيت ما يعادل ستين مليللتر كيفما شاهدتوا معايا بقياس كس ديال العنبا غدي نوضع الزيت فهاد الاناء وغدي نضيف عليه ملعقة كبيرة ديال النافع اي اليانسون اللي سخنته غير شوية من قبل شوية فقط وكان طحنه واحد طحنة يعني فحل دي كان هرسو شوية باش كيعطيني ديك المضاق باين ديال النافع في الحلوة وغدي نوضع هاد الاناء ديالي فوقنار اللي هي متوسطة حتي يسخون زيت مزيان مع هاد النافع حتي يبدأ في حل اللي غدي بدي يغلي ونحيده على فكرة الاخوات اللي ما كيعجبومشي المضاق ديال النافع اي الي ينسون ما وغوش يستعملوه تقدروا تستبلوه بشر برتقال اي الليمون تاخدوه وتبشرو له القشرة دياله وتنسمو به الحلوة ديالكم وعوض الحليب اللي غدي نستعمل انا غدي نستعملوه عصير البرتقال اذا بغيتوا المضاق ديال البرتقال يجيكون باين في هاد الحلوة صفي هانتم ما شاهدتوا معي كان صخن ديك الزيت حتى كتبدا تعمل بحال فوقعات كان حيده ونخليها حتى تذفه شوية وعاد نضيفه لباقي المكونات اللي غدي نحتاج وعندي حبتين ديال البيض انا استعمل البيض هاد نوبا غير متوسط ماشي كبير هانتم ما كتشاهدوا معايا زيت قبصة ديال الميلح على البيض وعندي هنا يميز جرام من السكر بالنسبة الاخوات اللي كي يخذوا العبر بقياس كس ديال العنبا زيت شوية لنصف الكأس والسكر كيبقى على حسب الدوت تقدروا تزيدوا تنقصوا من الكيمياء ديال السكر عندي هنا هاد المصحضر ديال فلون او هاد المصحضر اللي كنحضر به الكريم كراميل هذا فيه الوزن دياله خمسة جرام ما كيكونش فيه السكر وما فيه احتشينكها على العموم الاخوات اللي ماشي من المغرب وما ممتوفرين شي طبعا على هاد الفلون استغنوا عليه ماشي ضروري زيت كذلك اخواتي ربع كأس من الحليب كيف مشاهدوا معايا ما يعادل سين مليليتر كان عملو نفس الكمية ديال الزيت نفس الكمية ديال الحليب انتوما اذا كنتو غدي تستعملوا كيفما ذكرتم معاكم غدي تنسموا الحلوة ديالكم بالبرتقال اي ليمون فغدي تستبلوها بعصير ديال البرتقال صافيو اضيفت كذلك ديك الكمية ديال الزيت حتى كدفة شوية اللي عنا فيها النافع لم نسمى بديك النافع كان فرغا الزيت بديك النافع بكل شي صافيو غدي مضى نضيف طحين اي الدقيق حتى تجمع لي العجينة مكونات لهم بساط اخواتي اتمنى اتجربوا هاد الحلوة انا اكيدا هاد الروسكوس اتجربوهم اكيدا غا يعجبكم بزف اخواتي بالخصوص اذا كنتو محتنتوا ما من عشاق النافع انا كحمقني النافع في الحلويات اي اللي ينسون فصراحة كيجي رائح صافيو زيت اخواتي ملعقة صغيرة مملوقة جيدا من خميرة ديال الحلويات اي بيكم باودر وزن ثمانية جرام اغرب التاكف ما شاهدتو معي وصافيو غدي مضى نضيف طحين اي دقيق بشوية بشوية بلا من ادي تدي في العجينة غدي نجمع غير بسبطولة لانا ما كتحتشي منها لا ندلكوها لوالو فقط غير نجمعوها بالنسبة الكمية ديال الدقيق اخواتي انا كنت ما كعملت اربعمية وخمسين جرام ديال الدقيق ولكن تبقت لي خمسين جرام اعني اخدت لي هذه الكمية، هذه المكونات اللي تقسمت معكم بعض الفضبط خدو لي أربعمية اجبت فيها عمية ديال الدقيق، انا ستجبرت خمسين جرام عنو اخدت لي اربعميةJa. اخواتي هي ضروري هاد العجين ترتاح 1-15 دقيقة نصف ساعة الوقت اللي عندكم تقدرو تحضروها يوم قبل توضعها في التلاجة وتخليوها يوم يوم يومين ما كيوقع لها حاجة في التلاجة من اللي كتفغيو تشكلو الحلوة ديالكم كتخرجوه كتشكلو الحلوية ديالكم اولا هاد الروسكوس هادو صافي انا خليتا غير واحد ربع ساعة من بعد رجعتني الحلوة ديالي وغادي مبدأ في اللول نشكله الكويرات بحال هاد الشكل هادا انا موزنتمشي صراحة ولكن غادي يكون في يوم 41 جرام هيداك تقريبا او اقل معرفتش موهم موزنتمشي لنسبة الاخوات اللي كيبطوا يعني بالضبط الوزن ديال كل وحده انا صراحة عملتهم عيني ميزاني هاد النوبة صافي غادي مبدأ نشكل حتنسى لي الكيميه اللي عندي كاملة ديال العاجين شكل الكويرات عفوان عدن مدى نشكلهم على شكل دونوتس او لا مهم الشكل ديال الروسكوس المعروف وصافي طريقة اللي هي سهلة وحقا هاد الحلوة كتحضرها ماشي كاملة حتى نصف ساعة ما كاملاش يعني بين خلينا العجينة ترتاح وباش نشكلهم نصف ساعة تقريبا كتكون عندكم الحلوة ديالكم وجدة وماشاء الله كتعطيكم واحل كيميالية كتيرة صافي هنا باش غادي مدى نشكلهم كناخد الإصبع ديالي غير الإصبع ديالي كندوزه في الزيت وكمدى ندخله في الواسط ونشكل الشكل ديال الروسكوس بحل هاد الشكل هذا بحل هيدا أنا ما كان وسعش ديك التقب اللي في الواسط أخواتي لأن ما كان بغيتش هاد الروسكوس جي ديك التقبه واسعة لا مهم كيف ما شاهدتوا معي في اللول ديال الفيديو كيعجبوني جيوا من فوخين وديك التقب ما يجيش باين بزاف فكان عملهم بحل هاد الشكل هذا على فكرة هاد الروسكوس أنا سبق ليتقسمتو معكم في القناة ديالي هادي أكتر من أربع سنوات يعني في اللول ديال القناة ديالي ومبما أن كانوا بزاف يعني ديال أخوات ما ما كانوا شي معانا في القناة فاقلت علش اللا يصحقوا أنكم تجربوهم فعلش اللا ما نعودشي نتقسموا معاكم فعاودتم معاكم نتمنى يا ربي تجربوهم أكيدا غادي يعجبوكم سافي غادي مبدأ نشكل حتى نسليل كمية كاملة عاود ديال هادا حتى نشكلهم كاملة بحل هاد الشكل هذا عاد نبدأ نطيب سافي هادو متاعوا ليش حتى نطيب هادو نشكلهم ونطيبهم غادي ننتقل مباشرة باش مدن طيب هنا يا أخواتي بالنسبة للزيت كنخليها تسخن مزيان زيت اللي كتكون ساخنة جدا من اللي كان مدون طيبو يعني أنا من اللي وضعت الزيت ديالي تسخن كانت عندي النار متوسطة اللي تحت سخنت مزيان الزيت من اللي هادو مدن طيب أخواتي كان نقص على النار تقريبا مهيلة ماشي مهيلة ولكن بالنسبة للأخوات اللي عندهم هاد النوع ديال هاد بيترو سيراميكا هاد البوطة هاد ديال الكهرباء فأنا عملت على نمرسة يعني متوسطة نقص على متوسطة شوية علاش باش كيطيبو على خطرم أخواتي كيطيبو من الداخل على خطرم وهو ما شحل ما بقوا كيطيبو على خطرم فاشحل ما كيتنفخو كيجوكم منفخين مزيونين في الطيب ديالهم والتحميرات ديالهم كتجيب زيبنا فالنار كتكون تقريبا مهيلة وغاديم بدا نخليهم هاي هانتم كندن هنا الصورة عندكم واضحة يعني غير مطيب ديالهم بين لكم النار عندي مهيلة ماشي شمعة ولكن أنا قوت لكم صافي غادي مدى نشوف غير يقدر نقلبهم يعني عيف حالي كيتمسكوا شوية غادي مدى نقلبهم قبل ما كيتحمروا تام عمان كم بدى نقلب فيهم باش هيدا كيياخدوا تحميره وحده وكيتبو مجوش ديال جوايا ما كيتشربوش أخواتي مر الزيت غير جربوهم ان شاء الله غادي عجبوكم تسافيه انا هنه هنا قسرعة.. صرعت الفيديو باش ميجيكم شي طويل بزا انتو ما كيتشاهدوا معاي شحال ما هما كيزيدوا كي يعني كيي يطيبو شحال ما هما كيكبر الحجم ديالهم وكي تنفخوا تسافيه انا غادي مدى نقلب فيهم حتى ياخدوا الوين لي اه مدهب مزيوان ونحايدو شكرا لنخفض الأزيد نحضر الوصف وضع وضع الأزيد حمير وضع أزيد وضعه في مكان الوصف لن تشرب لا تشربه وضع الخارج من الصافي استعمل الخشبي سوف نكمل كمية كاملة سوف نكمل كمية سوف نكمل كمية سوف نكمل كمية دوز الماء سوف نقدر الغداء سوف نتزدد سوف ندب سوف نجلب الغداء سوف نستبدل الغداء او لا تخليهم بحال هيدك صافينا غادي نسا ما رح تنسل الكمية اللي عندي كاملة نوضعه في طبق ديال التقديم على هاد الشكل هادا وكيكون هادا والشكل النهائي ديال الروسكوس او الحلوى الاسبانية اللي ضروري وبالخصوص في هاد الوقت هادا ضروري ما كيحضرها كتكون جميع البيوت الاسبانية حلوى سهلة سريعة كل واحد كيفاش كيحضرها طبعا طرق ديال التحضير ديالا كتختالف وكتبقى هادا الطريقة رائعة ناجحة سهلة وصريعة وبسيطة كيكون هادا والشكل نهائي ديال الروسكوس ومن داخل هانتو ما غادي تشاهدوا معايا كيفاش كيجيو بحال هاد الشكل هادا فهذاك اللون الاصفر هاداك ديال الفلون اللي الساعملنا كيعتهم واحد اللون اصفر من داخل ديالهم فكنتمنى يا ربي الفيديو دياليوم والاقتراح تليومي كنا لإعجاب ديالكم والاستحسن ديالكم إذا عجبكم الفيديو الليومة أخواتي ما تنسوني شي كيفما العادة باللايك ديالكم وتسعى عليك جميلات بارتاجوا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم أحبكم في الله وإلى الفيديو القادم إن شاء الله تهلوا لي فرصكم بزر وبسلامة اشتركوا في القناة